الملاحظة على السوشيال ميديا ونتناقش فيها بشكل موضوعي ده أهم شيء فركز معايا شوية في الكلام اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي وخلي بلك طويل معايا شوية الكابتن مجدي عبدالغاني على مدار الأيام اللي فاتت في الحقيقة بيقوم بدور معتاد لي هو متعود عليه على مدار فترة طويلة جدا جدا تنجاه النادي الأهلي وامر مستغرب او ما بقاش مستغرب لانه خلاص احنا تعودنا على كده من الكابتن مجدي عبدالغاني وشخصه ليه كل الاحترام لكن احنا نتكلم على مواقف تحديدا فبالتالي نفسي أعرف سر القراهية من قبل الكابتن مجدي عبدالغاني تجاه النادي الأهلي ومسؤولي ايه السر في كده في حالة غضب عند الجمهوري الأهلي او في حالة غضب من عند الجمهوري النادي الأهلي من قبل او في اتجاه الكابتن مجدي عبدالغاني غضبانين زعلانين مش عايز اقول وصله لمرحلة القراهية والزهق من اسلوبه ومن هجومه على النادي الأهلي لكن ده واقع وحقيقي وبالمناسبة انه برصد اللي بيحصل على السوشيال ميديا ده الطبيعي بتاع برنامجنا فحالة الغضب دي بسبب التصرفات الغير مسؤولة من لاعب المريخ البرسعيدي والمقاولون السابق وبالطبع طبعا لاعب في النادي الأهلي في بداية مش ورعي لكن احنا رصدنا عدد كبير جدا من الأسباب اللي قدت لهذا التوجه في الهجوم من قبل الكابتن مجدي عبدالغاني تجاه النادي الأهلي رصدنا ايه؟ الأسباب بتتمثل في ايه؟ او بتكمن في ايه؟ بتكمن في ان الكابتن مجدي عبدالغاني لما تلع لعب في نادي من قندية في البرتغالي يعني اعتقد النادي ده مش موجود على الخريطة البرتغالية دلوقت يعني في الفترة من الفترات تلع احترفوا لعب يناك رجع في سنة 92 تحديدا بعد ما خلص مشواره الاحترافي في البرتغال حاول انه هو ينضمن للنادي الأهلي فبالتالي مسؤولي النادي الأهلي شافوا ساعتها ان مش هيكون فيه اي استفادة فنية من اندبام الكابتن مجدي عبدالغاني فخدوا قرار له يا جماعة احنا مش محتاجين من الكابتن مجدي لسبب ايه؟ السبب الاولاني فنيا خلص هو خلص كور ما فيش مش محتاجين خلص كور السبب التاني سبب بيتعلق بالسلوك الرياضي داخل الملعب والكابتن مجدي في الحقيقة انزراته كتير كروته الحمرة كتير الكلام منه فالمسؤولين في النادي الأهلي دائما بيعلوا مصلحة النادي ومصلحة الفرقة ففي التوقيت ده قالك لا احنا مش محتاجين ايه؟ الكابتن مجدي عبدالغاني ادي موقف ادي سبب من ضمن اسباب الكراهية تجاه النادي الأهلي طب تعال للسبب التاني السبب التاني بيتعلق بايه؟ بيتعلق بان في الولاية التانية تحديدا لما جي مستر مانو الجوزي يمسك النادي الأهلي فالكابتن مجدي طلب قالهم يا جماعة انا في البرتغالي جامد اوي بعرف اتكلم برتغالي ما تحطوني مدير كرة مع مستر مانو الجوزي او مدرب عام ابقى موجود في الفرقة تمام؟ فمسؤول النادي الأهلي في التوقيت ده لا انه مفيش اي ضرورة اطلاقا لتواجده الكابتن مجدي عبدالغاني فليه وليه بقى؟ ليه وليه؟ مسؤول النادي الأهلي في التوقيت ده قالك لا مش عايزين مش معانا كابتن مجدي عبدالغاني وهو كان عنده إلحاح شديد وإصرار انه يكون متواجد في الجهاز الفاني النادي الأهلي سواء كمدير كرة او حتى كمدرب اي حاجة يبقى موجود بس تمام؟ في كل احوالي انت لازم تحترم قرارات النادي اللي انت يعني بتحاول دايما تقولي ما بيحب النادي والنادي بالنسبة لي كذا وكذا وكذا طيب تعالوا في السبب الثالث مع بعض السبب الثالث جات فترة من الفترات كده كابتن مجدي عبدالغاني تخانق وتطاول وتجاوز في حق أحد مدير النادي ويعني تجاوز كان فق كل الحدود في الحقيقة وحصلت مشكلة كبيرة فالمسؤولين في النادي عملوا ايه؟ الطبيعي الناس بتعمل الطبيعي قالك الرجل ده تخانق وتجاوز أنا حوقفه ست شهور عنده كل النادي الأهلي وبالفعل توقف الكابتن مجدي عبدالغاني ست شهور عشان ما يخشش النادي ده كان قرار من مسؤولي النادي الأهلي في هذا التوقيت ده سبب ثالث من ضمن الأسباب اللي قدت للقراهية الكبيرة عند الكابتن مجدي عبدالغاني تجاه النادي الأهلي تمام؟ والأمور واضحة هي زي يعني الناس كلها شايفها وضح بطريقة كبيرة جدا يعني في الحقيقة هذه مواقف أو مواقف من ضمن المواقف العديدة من الكابتن مجدي عبدالغاني لكن في الحقيقة في الحقيقة الكابتن مجدي واخد هذا التوجه دون مراعات التوقيت اللي الأهلي محتاج فيه دعم احنا دلوقت يا جماعة كلنا عارفين الأهلي مقبل على بطول الدورة عبطال أفريقيا ودور نصف النهائي فالوقت اللي زي ده محتاج تكاتف ومحتاج دعم مش محتاج إن أنا أقعد أهجم فلان وعلان وأقعد أشتم في دا وأقعد في دا والسلوب المعتد وبالصوت العالي صوت عالي أوفرز يدعى اللزوم يعني اللي هو أخدون بالصوت يعني لكن فيه حقائق وفيه مواقف ووقائع التاريخ دايماً هيفتكرها ودايماً هيتكلم فيها لكن ممكن البعض بينساها لكن احنا هنفكر الناس واحنا هنتكلم لما فيه جمعة النادي الأهلي لا هنرده وحنتكلم لأن ده في الحقيقة دور قناة النادي الأهلي وتحديداً التوقيت وأنا بصراحة مشكلتي مع معظم أمش معظم يعني بعض الأشخاص في الحقيقة اللي خدوا التجاهات ضد النادي الأهلي فترة فاتت هو التوقيت سواء واحد كتب تويته في توقيت مش مناسب واحد يتكلم بشكل معين في توقيت غير مناسب وفرقة مجبولة على تحدي كبير زي تحدي بتول الدوري قطال أفريقيا لكن احنا لو هنركز مع الكابتن مجدي عبدالغني ففيه أمور كتير جداً ممكن نركز معاه فيه فيه حاجات كتير قوي ملفات كتير قوي ممكن نفتحها يعني جامعية المحترفين دي جامعية اللاعبين المحترفين عن نفس أعرف فين اللوايح بتاعتها فين الانتخابات ولا لا طب مين مجلس الإدارة يا جماعة طب الجهة الرقابية مين لكن مش دي قضيتي دلوقتي ولا هي جامعية اللاعبين المحترفين اتاخدت بالمراس يا كابتن مجدي خدتها بالمراس ولا ايه؟ لما مشيت كابتن جلال محمود الله يرحمه احنا نفسنا نشوف ايه موضوع جامعية اللاعبين المحترفين بس برضو دي مش قضيتي مش هتكلم فيها دلوقتي بس وعدك وهو وعد كل جمهور النادي الاهلي اللي ده ما بمحتاج الحقيق تبقى واضحة بالنسبة له ان احنا هنفتح الملف ده ونشوف ايه القصة دي لكن قضيتي دلوقتي بقى وده اتجاه وجزء تاني انا عايز اتكلم فيه وهو استضافته بما انه رئيس جامعية اللاعبين المحترفين لحسام عشور لعب النادي الاهلي السابق وفي الحقيقة هو بيستضيف عشور مش عشان قيمة عشور لا هو لمجرد استثمار الخلاف اللي موجود ما بين حسام عشور والنادي الاهلي بدليل ايه حضرتك بدليل اول سؤال سأله لو قال له ايه قال له قال له قللات الاصل دول عملي معك ايه يا رجل هو ده اسلوب قللات الاصل الناد الاهلي ايه الاصل مسئولي النادي الاهلي يا قللات الاصل بقى مرت ايه ده deathsام عشور اتعامل معه اللي متعملش مع اي لعيب فى تاريخ الناد الاهل لكن هو قرر انه ياخذ اتجاه تانى طب الأهل يعمل له إيه؟ يعني الأهل يعمل له إيه؟ أنا دلوقتي عشور قلت لك كذا وحمل لك كذا وكذا حاجات كتير جدا تعرضت حسام عشور لكن هو قرر ينتهج اسلوب مختلف عن نادي الأهل عن مبادئ النادي الأهل وقيم فلدول أولادة الأصل اللي عرضوا كل حاجة لحسام عشور دول أولادة الأصل لكابت المجدي هو أنت لو أهلاوي حقيقي فعلا أهلاوي هتتكلم بالاسلوب ده عن نادي الأهل أين كانت خلافاتك إيه مع المسؤولين؟ أين كانت اتجاهتك إيه؟ وأنا في الحقيقة شاكك أن فيه توجه معين وأجندة معينة بماشي بيها الكابتن مجدي عبدالغني لكن برضو مش هركز في الجزئية دي لأن لسه ما فيش تفاصيل واضحة بخصوصها طيب أنت استضافت حسام عشور ولاعب ليه تاريخ طبعا مع النادي الأهل محدش يقدر ينكر كده وانت بتستضيف الاستثمارك الأزمة مع النادي الأهل ما بين حسام والنادي طب فين دورك مع مؤمن زكريه؟ بما أنك بقى رئيس جامعية اللي عمين المحترفين اللي احنا حنركز عليها في فترة الجاية دورك مع مؤمن زكريه فين؟ اللي مصر كلها بما فيه من النادي الأهلي وقف جنبه طب أنت فين؟ عملت إيه مع مؤمن؟ إيه اللي عملت وقفت مع مؤمن في إيه؟ وهو ابن من أبناء النادي الأهلي وابن من أبناء منتخب مصر ولعيب بقيمة عالية وكبيرة جدا وبيمر بظروف صحية كلنا عارفينها لكن لا أنا أروح أستد الولد اللي عنده مشكلة مع النادي ليه؟ عشان أهيج الدنيا وأكبر الكسة وأعمل أزمة ومشكلة وكلام منه في توقيت أصلا غلط في توقيت تاني الأهلي محتاج لكل شخص بينتمي ليه لكن كله بيتعلق بالتوجهات والنواية طيب الجزئية الأخيرة اللي عايز أتكلم فيها بالمطلع الفاصل وهي بتتعلق بإيه؟ بهجومه الدائم على مسؤولي النادي الأهلي وإدارة الإعلام في النادي الأهلي بدون واجه حق وبدون أي أسانيد الناس اللي موجودين في إدارة الإعلام في النادي الأهلي مش محتاجين حد يقيمهم متقيمين بشكل جيد جدا من قبل مسؤولي النادي الأهلي مجلس الإدارة تمام؟ هما مش محل تقييم إطلاقا دي ناس سمعتها سبقاها ناس كفاقتها معروفة الناس بقالهم عشرين سنة أو أكتر جوا النادي الأهلي محدش مسك عليهم غلطه وبعدين كابتن مجدي بيقولك أصل الناس دي في مركز الإعلامي أو في إدارة الإعلام بيوجهوا صفحات معينة و الناس معينة تقعد تشتم فيه يا كابتن مجدي أنت ناسي حاجة مهمة قوي حاجة مهمة جدا جمهور النادي الأهلي ما محدش بيوجهه محدش يقدر يوجه جمهور النادي الأهلي جمهور النادي دايما بيشوف الأمور قدامه و بيقسها و بيعقلها وأذكى مما تتخيل وبناء عليه بيدفعوا عن ناديهم بيدفعوا عن النادي اللي بيحبوه و اللي بيعشقوه لو يشوفوا واحد زي كابتن مجدي عبدالغاني أو زي فلان أو علام بيهاجم النادي الأهلي بطريقة كبيرة و بدون وجه حق و بكلام مالوش أي لازمة و مالوش أي محل من الأعراب فلازم حيردوا عليه طبيعي جدا لكن لا بيتعلق بحد بيوجه ولا حد بيعمل يا كابتن مجدي ففي الحقيقة الأمر فوق كل الحدود و حاجة بقت يعني يعني ملهاش لازمة خالص و برضو الرسالة اللي عايزة أقولها لكابتن مجدي إن الأهلي هيكمل واستقراره مش هيتهز أبدا في الوقت اللي احنا محتاجين فيه هدوء واستقرار معتادة معروفة عن نادي الأهلي مهما عملت استقرار النادي الأهلي مش هيتهز وبإذن الله بإذن الله رجالة النادي الأهلي هيجيبولنا بطول الدورة والطلب في رجل و هنفرح كلنا وكل جماهير النادي الأهلي رغم كل اللي بيحصل حوالين النادي دلوقتي دي كانت جزئية مهمة كان لازم أتكلم فيها مع حضراتكم بما إنها حاجة منبسقة من تفاعل جمهوري النادي الأهلي على السوشيال ميديا عندي تفاصيل أكتر وكلام أكثر أهمية كمان هيكون بعد الفاصل استنم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر